المزارع المزارع اي تجربة ولممارسة كان موجود في الزرع التجربة خير دليل في السرزام الأمسا أي منتجة هيجب نتيجة في الزرع الأرض دي انتبقى لك فيها قديل ما كانت فيها اكتر من 3-4 سنين ونظام الرأي عندك هنا المياه جاوفية جاوفية أبار، نسبة الملوحة كان؟ كانت ميعادة انفر بعمية جزء في الملوحة عندما تديت تزرع زراعة العنب كنت تزرع محصل أخرى لا كان العنب كان جبناه خضار بسبب الملح يعني ما كانش هو الخضار بسبب الملح واروح عزر عنب زرعان عنب بعد كده كان عنب يتحمل أكثر مثلا كجزور سنوية أكبر ساق عودة أجمد وبعد كده بدأنا استخدمنا معالجات الملوحة السنة عادة استخدمنا أكثر من 80 جركل معالج ملوحة 80 جركل؟ ده مواد كموية يعني بترشاها؟ نا ساينة تنجيط أنواعا فرسان وزيرو سلط يعني بتادي تتخش على مواد أخرى ترش بها الأرض هي دي تخلصك من الملوحة تنجيط جابت نتيجة؟ بالنسبة 30% ولكن ما كان بازالي منح برضو ببيع على تنكتين الصرابة شمان ويمين ما كانش نازل متاحة في الأرض وانت لما تيجي تفحص شجرة زي اللي إحنا وقفين جماعة للعنب تفحصها تبص على إيه؟ إيه اللي يلفت نظرك ليه؟ بينفت نظرية عود نفسه سمك العود نفسه يعني شجرة زي دي كده؟ يعني لو جينا كده بالكاميرا ده دي السقب تحت الشجرة أنا هنا دي عندي ديد أصلية دي الأم ودي الفراعية ولا دي ايه؟ ده الحامل ده ده حامل خشب حامل انت سندها بيه؟ كيف ان هي الحمد لله مفاش؟ يعني أي مظهر الأملاح عليها؟ لا مفيش يا دي بتبان من تحت بعد عد نفسه وإحنا كان عندنا المنظر ده موجود الموسم الماضي؟ الموسم الماضي مكانش موجود الموسم الماضي كان موجود هونه أبيض كان هونه أبيض كان هونه أبيض والملح كان بيت تنكت كده مع استخدام المعالجات الموحنية الساينة إنها في التنقيط كان المعالحي بقى موجود حوالين في تنكتين الصرابة مش مان ويمين جيت بقى اسمعت ازاي عن جهاز معالجة الميال المغنصي؟ طبعاً هم الناس اللي في المزارع يعني ما وضع بيسمع بعضين أحد استخدمه قبل كده فمحمد بيه كان صاحب المزارع كان كان فيه جهاز اسم دير توطر واستخدمه كويس ممكن نجيبه بيخفض نسبة الموحن احنا ممكناش نعرف كيفية الشغل بتاعه فاجبناه استخدمناه والسناده الحمد لله يعني كنا زرين اكتر من 600 عود شتنة ده كان الاختبار الحاجيجي من الجهاز بجعت عود الشتنة اضعف من عودنا دون اكتر من 3-4 سنين 600 شتنة ماشاء الله و600 شتنة مغابش منها وان عود ان عودين بسبب كسر يعني ماشاء الله ودون موجودين دوا فخر مزارع من شرك حتى العودين دول بسببنا احنا تركيب الجهاز لما جالك هنا انت طبعاً دي حاجة جديدة دخلة عندك في الارض ما فكرتش تتعامل معها ازاي مين اللي جي شغله لك هو بيحتاج فعلاً متابعة ولا انت استخدمتو ازاي احكيه احنا استخدمنا بشارة بعد المهندسين مركبوه يوم نهب في السيانة متابعني كونه تنة شهور بعدك احنا استخدمنا الجهاز دايريكتر وبنت النتيجة انت بجعرف حضرتك اي مزارع بتبنى عند النتيجة مدفونه 14 خلاص ما بيسقنش بجعاد انه عند السؤال بجعاد اذا حصل اوطنا حصل طب ساعتها بجعاد من استدعي حد مسلاً في مشكلة في الجهاز او بنت مشكلة في الطربة نفسها حصل اوطل عندك؟ لا حد محصلش كل ثلاث شهور زي ما قبلوا لك؟ هو مفتاح موجود هنا فقام ان في ناس جد اه تقييمك ايه بقى فرحان حاسس بايه؟ حاسس ان انت فعلاً التجربة دي ادرت ان هي تحيي او تعيد الانتاج داخل الارض فعلا؟ السنة العدة كانت وضعاً حباية مش ما هو كده كان اجامل من كده كان موجود باش مهندس محجوب بعد استخدام الجهاز بدأ الوضع زي ما انت صدرتك شايف كده يعني تعالس ان فيه امتصاص سريع بردو بدأ الجزر السنوية بتزيد بدأ الموات الخدرية فوق احنا عنب ده بطبيعتهم ايه جسويت بيعاني من حتة العرش عنب بطبيعتهم ما بيعانش عرش احنا السنة دي بنقصف ونفتح شبابيك وده حاجة مش موجودة يمكن ع الصحاوي انا ازا كان حد يعني نماش معنا في نفس الوضع كده الحمد لله ولعينة بيعطاج ان انتو تشتغل على طول ما بتريحش انا شايف ان انتو حتى في نظافة هنا في تقليم جيد يعني بيحتاج فعلا رعاية البساتين ما هي السهنة نعم السهنة يعني منساة ما يبدأ يمكن التخزين بيبدأ من بعد الجاني مستمرارا بين برامج بعد الجاني نبعدي وهكذا سنة متصلة بالشياء بعد تركيب الجهاز هل حاست ان المناعة او معدل النمو اختلف السرعة في النمو في امراض ممكن ما كانتش كانت بتزهر ودلوقتي اختفت اثر في النقطة دي برضو؟ هو بدأ يعني بدأ يزيد الطراح نفسه الطراح يعني كده من وضع ده كده بدأ يعني في تحصن اكتر زاد ان فيه مشكلة بيعان منها كون الصحة هي نبجة دقيقة وبدأ ممكن ما اعتقد يعني انا جربت بس ما اعتقد انها بتزيد ما هي كتيرة او منحة وبتزهر في شهر اربعة وخمسة ان احنا فيه دي ما زردتش عندنا حد الوقت نهائي السنفات كان اكتر من كده بكتير كان عنده ممكن تنغت من جبني كان فيه مشاكل بجة دقيقة الحمد لله بعد التجربة دي معدل مشاكل انتهى احنا يكفينا بس ان بعد التجربة دين منح لان المنح ده مشكلة اساسية جببا اي مزارع بتاع بستين او خضر او فاكة ولا حاجة هو الملح المشكلة الاساسية لكن بيترطب عليه مشاكل تانية اخرى يعني انت حاطر فيها احسن فاتعاكم يعني الصجر ينشف خصوبة جن اه كارما شفون وارك بعد كده من فوق ممكن تشوف الصجر من فوق وبالتواني من فوق نتاحت نتاحت وهكذا الموضوع اختلف نهي نهي موضوع اختلف الحمد لله دي نتيجة باي ناعدة مزارع في عروس الصعيد المينيا تقول ايه للمزارعين تقول لهم ايه حتى لو انت يعني اكيد انت عندك اراضي اخرى غير العنم ما جربتش بيها لتقنية المعالج المال منتصى جربنا الفينفين السناضي اه كل زرعين كانت من ارب احنا اختلف كده او في ارض اصعب من كده كمان بحر نغيت يعني اه كان مختلف جدا يعني حتى في المياه في الشهب براضو احنا استخدمنا في الشاي كنا بنجيب من البوت احنا بدي استخدم مياه العاديه في الشهب في الشاي يعني احنا دروقتي دليل احنا كمان نستفيد حقيقة يعني ده مش يعني يجبون كده عشان برنامج وانا تصوير وانا حاجة حقيقة بدون نعمل منها شي راسم نشرب منه دروقتي ايو ما كان برد اشير بحضورتكم منه ومية انا عايز اقول النموذج الصعيدي المصري الفلاحي الاصيل اللي احنا وقفين معه ده سمع عن العلم ابتدى يجرب ابتدى يشتغل بقى عنده انتاج يقولك الجيران عندي لما بتده يشوفوا التجربة ابتدوا يقبلوا عليها فبقى مصدر للعلم ايضا فانا بقول ان مصر في وضعنا الحالي في التغيرات المناخية اللي موجودة في التحديات اللي بتقابل للمياه احنا لازم نستفيد من كل قطرة مياه الموضوع مش موضوع زراعة فقط الموضوع ازاي ندير مواردنا نحسن استخدامها نقلل الفاقد هذه المساحة من الارض بنفس كمية المياه ازا لم يتم استخدام العلم لم ولن تنتج بنفس هذه المحاصيل بجودتها وبكمياتها النهاردة احنا بنشوف فعلا ادارة جيدة لمواردنا المصرية شكرا لكم والى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة